فخلينا نبتدي محلية لأن النهاردة أهم مباراة وبأهم النتيجة أو بنتيجة كبيرة جدا جدا نقدر نادي الزمالك أنه يفوز خمسة واحد باكتساح على حساب سموحها بصراحة النهاردة نادي الزمالك أبدع وأمتع جماهيره مع مجلس إدارة جديد لأول يوم هتقول لي مجلس إدارة يعني هو ليه حيام الحاجة ده لسه نجحين مبرح بالليل هقولك لا الموضوع العملية عملية نفسية النهاردة لعبة نادي الزمالك كذبه نفسيا بخلاف طبعا مهاراتهم بخلاف الأهداف الجميلة بخلاف الجون التالت التحفة يعني زمالك جاب هدف تالت بصراحة عن طريق أوباما متعة متعة في كل أنواع الفن القروي ده يتم البينية اللي اتعاملت لشيكبالا شيكبالا راح وعده وراح لعبة كرة بالكعب أوباما اللي راح معدي من حرس المرمى راح تتها بكعب وفي الجون جون تحفة من أحلى الأهداف بخلاف طبعا الأهداف كلها إن الزمالك النهاردة يبتدى أهدافه عن طريق مصطفى الشالبي في ديئة الثالثة واحد من أبرز نجوم نادي الزمالك في المرحلة الأخيرة زيزو في ديئة 13 وضيع كمان ضرب الجزاء في الوقت بدأت ضايع من شوط الأول وبعد كده أوباما الهدف الثالث برضو في الوقت بدأت ضايع من شوط الأول قدر يجيب هدف جميل وبعد كاسف الجزيري في ديئة 82 بعد يعني لمحة رائعة من شيكبالا جات في العرضة نزلت خبطت في الجزيري دخلت جون فكان هدف أيضا رائع واختتم شكبالا الخماسية بهدف ديئة 88 عشان يعني يرسم البسمة على جماهير نادي الزمالك بعد انتصار مقنع جدا جدا على سموحة الأحرز هدفه الوحيد في ديئة 67 فادي فريد والناس أعتقدت أنه ممكن سموحة يرجع في المورا في الحقيقة سموحة ضايع أهداف كتير قوي قوي لكن في نفس الوقت الدفاع كان مشكلة بالنسبة لفرقة سموحة بالنسبة لكابتن أحمد داسامي هذا المدرب المميز بالنسبة حتى لو خسر النهاردة 5-1 لكن تحس أنه هو حاول يعدل حاول يفوق فرقته نجح نوعا ما أنه جاب هدف يقلص الفرق بعد أن كان 3-0 لكن حسام حصل ضايع كتير سوق تصرف من فادي فريد في بعض الكرات يعني تحس أن الأمور ما كانتش على أفضل ما يكون بالنسبة لسموح لكن الأهم أن نادي الزمالك نجح النهاردة أنه هو يفرح جماهيره بهذا الانتصار الغالي اللي من خلاله نادي الزمالك بيوصل للنقطة رقم 8 في المركز الثالث بعد ما كانت البداية متعسرة لكن أنا في الحقيقة مش عايز بس أتكلم عن المباراة لأنه زي ما قلت لحضراتكم زي ما قلت لحضراتكم النهاردة الفوز فيه جزء نفسي كبير جزء نفسي كبير جدا جدا الفرقة تحس أن فيه حد موجود مسؤول عن نادي بأعضاء بشكل متكامل يعني قايمة نجحت عن طريق انتخابات فبالتالي تحس باستقرار نفسي تحس أن الأمور مهيئة أنك تطلع كل اللي عندك عندك كلاعب كورة في نادي مجلس ملحقش حتى لو الناس الموجودة دلوقتي يعني لسه بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ما حطوش إيدهم في أي حاجة بكرة أعتقد أول اجتماع مجلس إدارة للمجلس الجديد المنتخب فبالتالي هما ملحقوش لكن أنا بقولك ده يعني فيه أثر نفسي بشكل إيجابي كان واضح جدا على لعيبة نادي الزمالك في المباراة النهاردة فبالتالي الفوز معنوي ومن خلال إمداع وإمتاع من لعيبة نادي الزمالك انتصار مميز جدا طبعا طبعا يعني علامة النصر يعني كنوع من أنواع المسندة والدعم للقضية الفلسطينية والأحداث اللي في الحقيقة إن احنا بنعيشها خلال المرحلة الحالية لكن إن شاء الله بإذن الله يعني مرحلة وتخلص على خير ويكون النصر لينا بإذن الله الأشقاءنا في فلسطين لكن بالعودة مباراة الزمالك فبالتالي نادي الزمالك دي تاني مباراة ليه على التوالي في بطولة الدوري بيفوز ومقبل على مباراة أخرى أمام أمبي يوم الجمعة اللي جاية لو فاز نادي الزمالك برضو تحس بقى إن إيه الدنيا بتدت تتزبط بشكل أكبر الفوز بيجيب فوز يا جماعة بعد كده أعتقد الزمالك هيكون عنده زد في الدوري بعد كده عنده بيراميد زفكاس مصر نصف النهائي البطولة بتاعت الموسم الماضي اللي يكسب اللعب الأهلي في النهائي فالمرحلة اللي جاية مهمة جداً بالنسبة لفرقة نادي الزمالك أنا بس عايزة أقف عند تصرحات أسوري بعد المباراة الرجل اللي تكلم قالك إحنا عملنا مطش مميز الأمور بالنسبة لنا كانت جيدة على مدار أحداث اللقاء مع تحفوزي على تغييرات أسوري التشكيل البداية حلوة جداً التشكيل بتاعنادي الزمالك ممتاز ما فيوش أي مشكلة خالص لكن التغييرات والتعديلات بتاعته والأربعة اللي نزله مرة واحدة مش عفيت حس إن كان فيها لغبطة يعني أنا معرفش دي ملاحظتي يعني أنا ممكن ناس تتكلم بشكل فني أكتر تكون قادرة مني في حتة زي دي لكن الواحد برضو متابع كرة وعارف يعني لكن دايماً الانتصار وخصوصاً لما يكون بنتيجة كبيرة زي دي بيغطي على أي حاجة فده طبيعي لأن في الأول وفي الأخر حتى لو تغييرات غلط الزمالك كسب إيه كسب خمسة واحد دي نتيجة كبيرة جداً عن فريق محترم زي فريق سموح الراجل كمان أشاد جداً بأوباما وبصراحة أوباما أضاف بشكل كبير جداً لفرقة نادي زي مالك على مدار الفترة اللي لعبها الفترة اللي فاتت ومؤثر والراجل بتحكم في الرتم التعليع بشكل كبير جداً ده اللي يمكن محتاجه أسوريو ده اللي نوه عنه أسوريو النهاردة في المؤتمر الصحفي قال لك إحنا كنا بنحاول نحن استحوذ بشكل أكبر على الكورة فبالتالي منقدر نطلع المنافس من أماكنه فنقدر نستغل من الساحات نقدر إن إحنا نجيب أهدافه ده اللي حصل وأشاد بأوباما بالتحديد قال لك ده دينيس بيركامب يعني هو قال لك أوباما هو دينيس بيركامب بتاع نادي الزمالكة دينيس بيركامب طبعاً ما شافش دينيس بيركامب النجم الهولندي ونجم أرسنل يعني فاتوا متعة كبيرة جداً في كورة الكادة بيركامب ده كان بيعمل حاجات غريبة في الكورة بصراحة من اللعيبة الجامدين جداً 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 مع الفارق أوباما وبركامب طبعاً في فارق لكن في الحقيقة أوباما عامل موسم لحد دلوقتي بدايته مع نادي الزمالك مفيش أحسن من كده مفيش أحسن من كده تحس إنه بيلعب بهدوء أعصاب تحس إن دماغه فاضية لكورة مركز عارف يعني مركز فالناتج واضح جداً في الملعب بالنسبة ليوسف أوباما وبيرجع بالفايدة على فرقة نادي الزمالك اشتركوا في القناة